انتهاكات لا حصر لها أقدم عليها النظام القطري ضد البحارة البحرينيين وصلت إلى استهدافهم في أرواحهم وأرزاقهم ومن بين هؤلاء المواطن البحريني محمد حيان الذي تعرض للقتل من قبل الدوريات القطرية الزميل بسام الابدوي زار أسرة الفقيد وعاد لنا بتفاصيل الحديث التي أودت بحياته خلف هذا الجدار هناك قصة ملؤها الحزن والألم وأسرة فقدت عزيزها ومعيلها الذي خرج ذات يوم لتأمين قوت يومه إلا أن شيئا ما قد حدث وحال دونه ودون لقاء زوجته وأبنائه لا شيء يخفف لواعج الفقد والحرمان لدى عائلة الفقيد البحار محمد حيان الذي خرج في رحلة صيد مع أصدقائه خرج يسعى إلى رزقه وترك خلفه أرملة وطفلتين يتيمتين بعد أن قضى نحبه في حادثة غدر أليمة في عرض البحر ضربتهم دورية قطر وقلبت بهم الطراد وظلوهم في الليل في عز البرد فوق الطراد الدورية راحت عنهم الدورية راحت عنهم اللي ضربتهم وجت لهم بعدين دورية ثانية تقريبا خلال ساعة ساعتين من جا تأخذتهم ولا سمعت منهم يعني القصة اللي قالوها يعني كأن نوعا ما متعمد أن يضرب الطراد يعني كنا الطراد بالعرض وهم جايين بالطول ولهذا الضربنا ضربة وضربة مقدمة الطراد من الخفر السواحل القطرية في رأس المرحوم وين المرحوم هم يقول لك احنا وين نقدر ندوره احنا ونحن سباحين دك يعني مهارين احنا يا الله صعدنا فوق الطراد قلنا يعني نهابش بعضنا بعض ندور بعضنا بعض خفر السواحل تصالوا في خفر السواحل يبلغون يعني يدورون عليهم الدورية خفر السواحل يدور عليهم وكل شي بعين تعرفوا أن كلهم موجودين في قطر مجودين بس المرحوم مو موجود وينه قاموا يبحثون عنه في البحر ما شافوا خلال ثلاث أيام تدي يوم رابع شافوا في حدود قطر مرمي على الساحل يعني شالوا أشياء ورفعوا أشياء وشافوه تحت يعني حتى جسمه يعني متنفخ من الماي وضلت تقريبا أربعة أيام إصابة مميتة تعرض لها البحار محمد حيان الذي امتهن مهنة الصيد بعد تقاعده من عمله وهي المهنة التي ورثها عن آبائه واجداده وكانت مصدر رزقه قبل أن يذهب ضحية للسلوك القطري العدواني صعبة شوي بدون أب أكيد صعبة يعني ساعة تجي فترة جينا نصيح تقول ماما بأبو أقاعد أفكر عوش أسوي أبو لا أنا أموش وأبوش بس ماش تسوي يعني أمر الله الله أختاره يعني هو راح شهيد ورايح يطلب الرزق يعني ما أقول لك للا يعني رايح يطلب رزقه والله أختاره في هاليوم وغريبة يعني إحنا المفترض جيران في حتى مثلنا الحين من فترة قليلة بس وارخالتي كبير في السن كبير في السن نفس الشي عندهم الجي بي اس يقول لهم هذه البحرين وهم وجودين يطلع لهم البحرين بس خدوهم ودهم كبير في السن بعد ظلهم أسبوعين ورجعهم بعد فترة يعني المفترض يأخذونه بصورة ودية يتعاملون مع الانساء مع ناس مع جلدتهم يعني هي قصة من بين مئات القصص قصص لا تخلو من صنوف العدائية والبغض غير المبرر من الجانب القطري فخلال الفترة ما بين 2010 وحتى 2020 استوقفت السلطات القطرية 650 قاربا و2153 شخصا وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤي والأسماك بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين